السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 12 من الفصل السابع سنتناول التيتانيوم اللويز أي سباك التيتانيوم في حقيقة الأمر تيتانيوم excellent corrosion resistance provided applications in في الحقيقة نظرا لتفوق التيتانيوم في مقاومة التآكل الكيميائي فأنه يستخدم في التطبيقات الآتية chemical processing equipment أي في الأوعية التي تستخدم في تحضير المواد الكيميائية marina components أي المكونات البحرية كريش المواتير التي تقوم بدفع القوارب في المياه وما شاء biomedical implant as high processes أي أنه يستخدم في المواد الطبية كأجهزة أو كأجزاء تعويضية كالشرائح التي تستخدم لترميم أو لتقوية العظام المكسورة حتى تجبر titanium is an important aerospace material يعتبر التيتانيوم من العناصر الرئيسية في الايرو سبيس ونظرا ويستخدم أيضا في المكونات الإيه للمحركات النفاسة titanium alloys are considerable biocompatible because تعتبر سباك التيتانيوم من العناصر أو من السباك التي تعتبر طبيا متوائمة مع جسم الإنسان لأسباب الأتي they are not rejected by the body أي أنها لا تلفظ من خلال الجسم وتتوائم وتتأقلم مع الجسم by developing porous coatings upon like ceramic composition known as hydroxyapatite أي أنها بخلق نوع منها من أنواع التغطية المسامية للعظام فأنها تقوي العظام تماما كما تفعل مادة الhydroxyapatite وهي مادة سيراميكية it may be possible to make titanium implant bioactive إنه من السهل عمل أجزاء تعوضية من التيتانيوم كما أستفنا كي الشرائح التي تستخدم لترميم ما كسر من العظام حتى تتم عملية التئام ترجمة نانسي قنقر